طيب التور واضح عندي حاجة واضح ان انت بتمر بأزمة اهو ازمة عندك خوف على شوية ترابات شوية عكوسات الفترة دي خايف طبعا خايف تاخد اي خطوة خايف من اي حركة تعملها انك تزود المشكلة اكتر وتغرق اكتر بص جايلك ايه تحت الكرة القديسة زي ما انتم عارفين وحاكي تحفظتو القديسة بتمسلي القرب من ربنا الروحانيات احلوكو يا تور لو القرية دي تنطبق عليك وفعلا بتمروا بالأزمة دي اتنهل ربنا هو الوحيد اللي هي لطم من قلبكو وهو اللي هيخراكم من المشكلة دي سلمين امنين نقرب من ربنا شوية نتعبد نحاول ان احنا نعزل شوية مش نعزل نعض بس ايه نفكر بهدوق كده لوحدنا وتبعدوا عن المشكلة يعني تشوفوا لو هي مثلا خناقة مع محدك للشغل يعني ايه ناخد بس بريك شوية نقيم الموضوع وزي ما قلنا نصلي بإذن الله محلولة في حد قريب منك هيقدم لك شيء والشيء ده شكله مساعدة هيساعدك وهيساعدك افتكر الموضوع ده ليه علاقة بالأزمة اللي انت بتمر بها دلوقتي هيساعدك فيها هيقدم لك شيء بنية خلصة وحاجة حلوة جدا مساعدة او دعم او حتى يعني هيهون عليك ويخفف عليك المحنة اللي انت فيها دي بس هي حاجة بسيطة ان شاء الله ما هياش حاجة يعني تخوف ما تقلوش كوين اف تنتيكلز ايوة بقى ايوة بقى حالة المادية فيها تطور كويس ياتور يمكن البنزين الكام عشرة سايق ولا وين ربع جنيه اللي نزلت دي يمكن هتأثر معيك حالتك المادية بقى فيها تطور وحتحس انك انت في حالة راحة شوية مش رخاء بس ايه عملية تكون رايحة تطور عن اللي انت فيه ايا كان اللي انت فيه هتحس ان انت ها طلعت شوية وكمان بيدل على انك انت شخص طيب وكريم وعندك عطاء كتير جدا وكل ما بتدي كل ما هديد اكتر انت محتور في حاجة واعتقد الحلاء الحاجة دي تخص العطفة ده فيه حيرة هنا قرارين شبه بعض قريبين من بعض قوي حيران اعمل ده ولا ولا استنى شوية ولا اعمل ايه فيه عندك حيرة الحيرة دي بقى بتمشي باحساسها بقى دي مش باحساسك دي مش ما تتحلش بالعقل دي بالاحساس وهتحس بمشاعر جديدة ياتور لو انت محتور بين علاقتين يعني محتور بين انت مثلا او انت محتورة بين شخصين هيجيلك مشاعر جديدة هتحس بيها قوية جدا ما ينفعش ما ينفعش بتعدي من غير ما تاخدي بالك او تاخد بالك هتحسوا بالمشاعر دي وده هيحسن لكم القرار ده فيه حيرة واضح اوكي وحيرة بقى حاجة ليها علاقة بقى بالمستقبل حاجة مكملة معاك فعلى ما اظن بالله واعلم ان الحيرة دي زي ما قلتلكم في علاقة او حتى مش هزوا يكونوا بين شخصين مقارنة بين شخصين ممكن تكون انت محتور تكمل او ما تكملش محتور تتعامل ازاي هتلاقي مشاعر هتحس بيها فجأة هي اللي هتحسن لك الموضوع ده هي اللي هتدلك تتعامل ازاي وزي ما قلنا اللي قلت الازمة اللي عندك دي حلها القرب من ربنا والصلاة عندك تغير في الحظ يا تور الحاجات اللي كانت وقفة ومتعطلة وركدة كده الماير ركدة العجلة هتدور هتبتدي الدور هتبتدي الدنيا تتغير والامور الوقفة المتعطلة هتبتدي تقرب والدنيا هتبتدي تبسحل هتحس بتغير وتغير جامد التغير ده هيسبقه حاجة هيسبقه تغير فيك انت الاول فيه شيء هيتغير جواك فيه The Death Death ده كانت قوي من كروت القوية جدا والكروت الماجر الاساسية في الترو بيوحي بي موت شيء كنعايش معاك فترة طويلة جدا ممكن يكون معتقد ممكن يكون اسلوب ممكن يكون صفة حتى فيك حاجة كانت جزء منك هتموت ويحل محلها شيء تاني لما الشيء ده هيتغير جواك العجلة هتدور يمكن نقول مثلا هتديك مثال للمثال وليس الحصر انه اسلوبك مثلا بدل ما انت شخص مثلا مش اجتماعي قوي هتبتدي العزلة اللي انت فيها دي تختفي ويحل محلها اجتماعية انت تبقى شخص اجتماعي وحابب تنزل مع الناس وتقابل زمايلك في الشغل برا الشغل وتعمل علاقات اكثر فالعجلة هتدور معاك فهمين قصدي فيه تغيير هيحصل جواك انت وبرضو ده ماينفعش ما تحسوش زي المشاعر القوية اللي هتحسها دي ماينفعش هتعدي من غير ما تاخد بالك هتاخد بالك ايه ده انا مش كده دي مش طبيعتي فيه حاجة شيء جواك هيتغير بشكل جامد سترنت يا طور بيقولك مواجهتك لازم تكون بعقلانية بدبلوماسية تستعمل عقلك ما تستعملش قوتك عشان تسيطر على الحاجة اللي بتهددك دي شايفين ده اسد الكارت ده اسمه سترنت القوة قوتك بعقلك مش انك انت تنهر لقدامك او انت تهينه او انت تزعله او تزعله هو ده كده انت كسبت المطش لا المطش مش هيكسب كده بعقله بصوا هي مروضة الاسد ازاي بعقله الطبطب مش لازم يكون بطبطبة يعني الشرط يكون تستعمل نفس الاسلوب انك انت بتطبع اللي حواليك لا تستعمل معاهم دبلوماسيتك وزكائك وما فيش شك من قوة الحاجتين دول عندك انت منغمس بيزيتك شوية يا تور شايفة حالة زي ما تقولو مش حزن بس انت واقية شوية حابب تكون مع نفسك او مركز مع نفسك قوي يمكن يكون التركيز اللي انت مركزه مع نفسك ده هيكون سبب التغيير الرهيب اللي هيحصل في حياتك ده يعني هتقعد قعدة مع نفسك وتعمل شوية تعديلات هتطلع منها بالنتيجة دي هتقول لا الوقت دي بقى خلاص انا لازم ابتدي اتغير لازم مثلا ابتدي بدل لما انا بهاجم بشدة ان انا لأ ابتدي اكون حكيم اكتر في انفعلاتي بدل ما انا لأ كل ما محد يقولي تعالى مثلا انزل معانا روح معانا زمال في شغل انتو عارفين الخروجات بتاعت الشغل دي بتقرب الزمال جدا من بعد هتبتدي تنزلها هيتغير حاجة في شخصيتك جمدة جدا وبالتالي هتتغير حياتك معها هتكون اكثر ثلاثة واكثر حزن ان شاء الله ارية حلوة زي ما قلتلكو يا تور لو انا صح في موضوع المحنة او الازمة اللي انت بتعدي بها دلوقتي حلها الصلاة قرب من ربنا ودهيله وهو هيدل لك بالنسبة للحيرة اللي عندك من ناحية الحلة العطفية فدي انت هي هتتحلل وحدها هتبتدي تحس بمشاعر جديدة هي اللي هتحسملك الموقف دي القرية الاولى للقرية العامة الاولى لبورج التور اتمنى تكون القرية منطبقة ودقيقة يا رب تكون عادوية صح مرسية عزق باتنا انا اتغير حلو فك الكعبلة ان شاء الله ان شاء الله يا دوت طلعت ان شاء الله بإذن الله هتتفكر بإذن الله البس ده لا مش يوميا يا عمر هو بقى حسب التساهيل صراحة بس هو الخطة ان هو يوم ايوم لا وهحاول على قد مقدر ان انا ازبط الريتم ده يا سلوى يا حليبة قلبي ويحفظك ويبارك فيك يا حبيبتي انت خلاص يا عليكم صح طيب كويس قوي كويس قوي قوس يا ميسة قرية قوي حاضر بعد ما شفت فيه حاجة جواية غيرت وانا مش جدت من ساعة ما شفت ايه يا حسام هذه من برج التور دي مرحلة الاولى يا زينب ما تعيطيش دي مرحلة الاولى وحنقول الحلل عاطفية حالا ولو فاتك القرية ولا يهمك بعد البس ما يخلص هتلاقيني يحطهولك في الصفحة جاهزة مستنياكي قوس ان شاء الله يا ميسة حاضر مرسية مارو عشير تسلم ايبك حياتي طيب يلا نشوف الحلل العاطفية اهم روضة قسود وما جبتش من عندي حاجة او الله يا بنت احنا عاشين في غابة هنا دي غابة بنروض قسود فعلا يلا هنعمل ايه فعلا كلامي كله صح مرسية بسمة جدا صح اشكولك يا شايماء طبعا ياسيف والاعلم الغيبة الا الله طبعا عنعمة بالله طيب يلا نشوف الحلل العاطفية اخبارها ايه يارب تكون كويسة وانا في حد كمان تور عندي من صحابي يارب يكون حاجة كويسة يارب بسم الله الرحمن الرحيم يا مانا انت كمان انت وحشتيني جدا جدا مانا مانا احنا انت سمعت قريتك ولا لا انت قريتك عملتها لايف مانا من الناس اللي كذبت معنا سمعتها والنبي طمانين يقوليني ان انت سمعتها عشان انا مبقيتش فاكرة انا قلتها في اني لايف فيهم عشان خطي يقولينك سمعتها انا بعد كده هعمل القريات على التليفون انا مش هخليها هنا كل كلمة صح بس انا ايه بصلي على طول كويس جدا يا عزة حلو حلو الصلاة طبعا دي عبادة مفيهاش حاجة بس انا اقصد الصلاة اللي هي انك تتكلمي مع ربنا فاهمة قصدي ايه القعدة دي اللي بتبقي خلصتي الصلاة وتعودي كده ايه تفتحي قلبك وتتكلمي مع ربنا ده قصدي بس طبعا برافو عليكي ودعيلي معاكي دعيلي يرجع التزم انا كمان محمد مفروض صح جدا بشكرك يا محمد اوكي يلا نشوف المجموعة الاولى لبرج التور القراية العضفية بسم الله الرحمن الرحيم اه حيرة هي شفته عندك حيرة يا تور مفيش كلام زي اللي شفتها فعلا في القراية الجنرال بتاعتك في حيرة حيرة ده الطاقة حتى نفسها بينك وحيرة يا رب يا ترى ايه الاسباب ايه سبب الحيرة دي طيب طيب بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة جدا بصوا جماعة حيرة هي واضحة هي ايجابية طاقة ايجابية كل حاجة بس انت عايز تحسن قرار انت رجل في المية ورجل في الارض مش عارف تروح فين وهو قرار شكل وقرار مصير يا الارض يا المية حاجتين يعني عكسة بعض فعندك قرار محتاج تحسنه نفسك انت شايف ان في حاجة غلط في العلاقة يمكن يكون خطأ حصل من شيكك او خطأ منك الله اعلم بس في يمكن في حاجة غلط البرج ده معناه شيء غلط نفسك الشيء الغلط ده ينهار ويروح بقى يعني الغمة تنزح والشمس بصوا التاور عامل ازاي يعني سواد السماء سودا يعني اكيد حاجة غلط وحاجات بقى بتقع وبيت بينهار وناس بتقع مش هلا بيك ونار وحريقة واكشن غير طبيعي كده لكن لازم عشان تهدى لازم يحصل الانفجار ده فانت نفسك الشيء ده الوحش ده ينهار حتى لو هيبقى فيه خسائر بس نفسك ينهار شايف شريكك ازاي؟ شايفوا هداية من ربنا شايفوا حاجة حلوة جدا بيمدك بطاقة اجابية وبيمدك بالهدوء وبيمدك بالاطمئنان بصوا بنينة وبستان يعني حاجة حلوة جدا ويد ممدودة وحاجة منورة وكده حاجة حلوة قوي قوي انت يتور شايف شريكك حاجة كويسة جدا اكيد شريكك شخص كويس يعني واضح ان هو شخص كويس وهو فعلا عارفك الشخص كويس